اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح بصلي من كل قلبي انه الله يفك هالأزمة وانه يتحنن على الناس والخير يرجع ويسترد المسلوب ويعود كل الناس اللي فقدت أشغالها واللي بعانوا من مرض واللي فقدوا أحباء وصلي اليوم تعزي خاصة وبركة خاصة رح اتكلم عن استعد لكل عمل صالح دايما الأزمة أو الكارثة بتعطينا فرصة جديدة اما منستسلم للمرض أو منستسلم لليأس أو منستسلم للأزمة أو ممكن اكتشف دوري انا شو الله عاوزني اعمل واكتشف كمان انه الله موجود حاضر والله مش ناسيني الله بحبني الله بيهتم فيي والله برعاني لكن خلال هذه الظروف انا مش يعني بستسلم للأمور خلينا اكتشف شو دوري انا ودوري اليوم رح اتكلم انه استعد لكل عمل صالح دايما نكون اداء للخير اداء للبركة اداء للإسعاف اداء انك ترفع نفسية الناس وتكون بلسم شفاء كلمات رجاء كلمات حلوة اللي بتنعش القلب والكيان واللي بتعزي الناس وفعلا بتفرجينا انه الله موجود الله حي الله مش تاركنا يقول كتاب يعني كل الكتاب هو موحبه من الله كل الكتاب المقدس لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح كلمة الله بتخليني جاهز بتخليني مستعد دايما استخدم الكلمة في وعود في بركة اللي ممكن اصل فيها للناس اللي بتشجع واللي بتعزي في وعود اللي بتشجعنا انه ما نخاف في وعود اللي بتشجعنا انه الله معنا الله بسدد احتياجاتنا لا اهم لك ولا اتركك في وعود كثيرة اللي الله بيلمس فيها حياتنا فتنعشنا فكلمة الله كلها هي من ذات أنفاص الله من وحي إلهي وأنه كلمة الله مش كلمة قديمة لكن حية فعالة كما قال يسوع كلامي روح وحياة كلمة الله فيها حضور فيها قوة فيها وعد اليوم أنه أنا موجود لغرض والله عم بسندني وعم بساعدني فأنت بتأخذ هاي الكلمة حتى تكون أداة لكل عمل صالح فكلمة الله يعني نافعة للتوبيخ للتقويم للتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهب يعني مستعد جاهز دايما في الوقت نفسه أنه يعطي كلمة وكلمة حلوة في كل عمل صالح اللي بتلمس واللي بتنعش الناس في عبرانيين إصحاح 13 الآية 21 مكتوب ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته وهي المشيئة أحبائي اللي منعيش فيها حتى نرضي الله في حياتنا في كلامنا في سلوكنا في شهادتنا في كل ما نحن بنعكس يسوع المسيح في حياتنا بطبيعته بجماله بكلامه بصفاته دايما أحبائي بنصنع مشيئته والله بكملنا في كل عمل صالح هذا العمل صالح حتى نصنع مشيئة الآب حتى نرضي الرب من خلال يسوع المسيح وأن هذا يعني حياتنا هي حتى نرضي الله بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه فإحنا منرضي الله في حياتنا بشهادتنا وبقدستنا أيضا مثل ما بقول الكتاب المقدس الكتاب يقول أسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح كلوس الصحي الأول والآية عشرة ونامين في معرفة الله مثمرين في كل عمل صالح الله دعانا أن نكون مثمرين ما في أي مجال أو أي دور لأي مسيح أنه ما يكون مثمر غير مثمر في علامة علامة سؤال مكتوب أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم بهذا يتمجد أبي بأن تأتوا بثمر كثير فعلا نكون مثمرين لمجد الرب يسوع المسيح مثمرين في ثمر البر في ثمر الصلاح الأعمال الصالحة وثمر الإيمان لأنه هذا الإيمان هو اللي بيرد الله من خلال إيماننا الإيمان العامل بالمحبة إنعكاس هذه المحبة بتعكس عن ما نحن حتى نكون سبب بركة لكل من حولنا يقول الكتاب المقدس لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فالله يعني بنعم تخلصنا حتى نكون إيش مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة هذه الأعمال أحبائي هي اللي بتبرهن على إيماننا فإذن في طيتوس الصاحة الثالث والآية الأولى مكتوب مستعدين لكل عمل صالح هون بيتكلم عن الخضوع للسلطات فإذن هذا العمل الصالح ممكن يكون عمل الصلاة نطلب من أجل بلادنا من أجل حكامنا من أجل رؤسائنا نصلي إن الخير يرجع نصلي إن الله فكها الأزمة نصلي إن الله ينتهر هذا المرض مكتوب وإن أرسلت وباء على الأرض فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأخفر خطيتهم وأبرئ أرضهم بنعمة الرب بكرة في البث المباشر رح يكون موضوعنا عن نفس الموضوع موضوع الوباء في الكتاب المقدس وكيف إحنا ممكن نكون أداة حتى نكون إسعاف وبركة لكل من حولنا صلي من أجل اللي اضرروا صلوا أنه الرب يفتح أبواب العمل صلوا أنه الرب يبارك بلادنا يبارك حكامنا يبارك رؤسائنا صلوا أنه الرب يعم الخير على الجميع بغض النظر شو خلفياتنا شو ديانتنا شو طواقفنا أنه الرب يلمس كل شخص بنعمته وإحنا كأشخاص فعلا نكون مستعدين لكل عمل صالح ليكملنا في كل عمل صالح لنصنع مشيئة يسوع المسيح ونرضيه في كل شيء أيضا مكتوب مثمرين في كل عمل صالح ونحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة وهكذا أحبائي الكتاب المقدس بعلمنا أن نكون جاهزين لكل عمل صالح بصلي أنه اليوم أنك تكون الأداء والوسيلة والرسالة وتكون البلسم وتكون شخص اللي فعلا تظهر أعمال الصلاح وأن تكون بركة لآخرين شو رايك اليوم ترفع سماعتك تتصل في شخص محتاج تصلي مع مريض أو يمكن في ناس عم بيمروا في أزمة مادية أنك تساعد تسعف هذا الشخص وتكون بركة لكل من حولك أعظم بركة لما ندعو المسيح إلى حياتنا وإلى بيوتنا استعد لكل عمل صالح اعمل عمل صالح وخليك مثمر في كل عمل صالح الرب يبركك شارك هذا التأمل وبحب أسمع تعليقاتك ترجمة نانسي قنقر